وفي القراءات المقابلة أكد البحث السياسي على مصطفى أن تشكيل الحكومات المحلية ستتم بسلة واحدة وبينما أشار إلى عدم تجديد محافظية البصرة وكربلا وواسط كشف أن بعض الكتل ستطرح أسماء وزراء سابقين لمنصب المحافظ مبينا أن هناك أطرافا دخل الإطار ترغب بمغازلة التيار الصدري ومنحه محافظة أو اثنين لكسب مودته وأضاف أن الإطار موقفه واضحا لكن من سيؤخر التشكيل هو توزيع المحافظات بين الإطار التنسيقي لأن بعض الكتل سقف مطالبها عال وتريد الاستعداد للانتخابات النيابية من خلال النجاح في ملف المحافظات كما أن بعض الكتل ستطرح أسماء وزراء سابقين لمنصب المحافظ لأنها بحاجة إلى رمزيات جديدة في السياق قال الكاتب السياسي جاشع تميمين التحدي الأكبر الذي سيواجه الإطار التنسيقي هو بتعهداته تحسين الواقع الخدمي للمحافظات الجنوبية التي تعاني من تراجع كبير في الواقعين الخدمي والاقتصادي وتوفير فرص العيش الكريمة لسكان تلك المحافظات خاصة مع وجود معارضة حقيقية لهم والمتمثلة بالتيار الصدري ترجمة نانسي قنقر